اشتركوا في القناة من المسافة الاربعة كيلو مترات حيث المقدمة والبداية نتوكل مع من يقود هذا المسار عالية مسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتقدم على مستوى المركز الاول بينما المركز الثاني الواصل والقادم في هذه اللحظات مهل سالم بن جار الله بن حمد بن جهوي للمر يتقدم مالك مهل على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث ردينا وهزاع بن حمد بن صالح ابو شريدة العذبة يتقدم بينما القادم والواصل في هذه اللحظات ارى التواجد من شهب سالم بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل يتقدم بن شعيل على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات يبحث عن الرياضة عن المقدمة يتواصل ويتواجد مع المركز الخامس يتقدم الآن يتقدم جابر بن جار الله بن علي البريدي يقدم لنا بلشة ولكن نتحول الى بداية الشوط الى المقدمة حيث ارى عالية مسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة وروح عالية مع هذا المسار ومع هذا المركز الاول بينما من يتقدم الآن ويصل تتواجد مهل وتتقدم بي سالم بن جار الله بن حمد بن جهوي للمر يتقدم لنا مهل بينما رودينا ابو شريدة المتواجد على مستوى المركز الرابع القادمة الآن بلشة بدت تبلشهم منذ الامتار المتقدمة بلشة جابر بن جار الله بن علي البريدي المري يتواجد مع المركز الرابع بينما المركز الخامس اسم جديد ينضم الى دائرة الندى غريبة سيف بن محمد بن دايل الجفال النعيم هكذا الخمسة اسماء المتقدمة نتحول مباشرة الى مقدمة الشوط الى البداية الاولى حيث عالية مسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتقدم ان تصفنا المسافة ما زال بشريدة يقود هذا الشوط خير قيادة بينما مهل على مستوى المركز الثاني سالم بن جار الله بن حمد بن جهوي للمري يتقدم بشريدة يقدم لنا روديان على مستوى المركز الثالث بينما البريدي من يتقدم على مستوى المركز الرابع المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات غريبة سيف بن محمد بن دايل الجفال النعيم هكذا مشاهدين الخمسة اسماء التي تتراقص طربا هنا ضمن انطلاقات مهرجان الامير الوالد وايضا شاط انتاج ياهنا موسقير نتحول مباشرة الى بشريدة الكيلو النص الاخير الله يا بشريدة يتقدم بشريدة على مستوى المركز الاول بينما مالك مهل بن جهويل من يتقدم على مستوى المركز ثاني الاسماء هي الاسماء والمراكز هي المراكز بينما بشريدة من يقدم لنا روديان هزاع بن حمد بن صالح بشريدة العذبة البريدي تقدم الان بالشد قدمت جابر بن جار الله بن علي البريدي المري المركز الخامس الان تتقدم في هذه اللحظات وتتواصل غريبة سيف بن محمد بن دايل الجفال النعيم نعود الى البداية حيث اقتربنا من الكيلو الاخير ما زالت مقدمة الشوط ما زال من يقود هذا المسار خير قيادة بكل اسرار بينما دخلنا اجواء الكيلو الاخير الكيلو الخطير كيلو الزحمة لما فيه بد رحمة بدأت تتزاحم الاسماء الكل ممن النفس بهذا النموس الله يا مقدمة الشوط ما زالت هي المتقدمة وهي عالية مسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة لكن مالك مهل بدأ يشكل الضغط الان الله يا بن جهويل يقدم سالم جار الله بن حمد بن جهويل المري مهل على مستوى المركز الثاني المركز الثالث روديان تتقدم الان يقدمها عزاع بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المركز الرابع تتقدم الان تتحرك غريبة سيف بن محمد بن دايل الجفال النعامي المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب الخمسمائة متر الاخيرة امتار تنكتم فيها الامفاس من بطل هذا الشوط ما زال بشريدة متقدما بن جهويل يصل الان ابو شريدة يتحرك الان الله يا هذا الشوط الملتهب الله يا هذا الشوط غريبة على مستوى المركز الرابع سيف بن محمد بن دايل بن جفال لكن الثلاثمائة متر الاخيرة ما زال بشريدة متقدما الله يا هذا التقدم عالي مسعود بن جرالة بن سال بن مسعود بشريدة بينما زميلنا الان يتقدم الله يرديانا رديانا هزاع بن حمد بن صالح بشريدة العذبة التنافس الصراع بين الابطال الفوز لمن الناموس لمن رديانا تتقدم زميلنا المبدع يبدع ويتألق تهانين والف المبروكة رديانا هزاع بن حمد بن صالح بشريدة المركزي الثاني عالي مسعود بن جرالة بن سالم بن مسعود ابو شريدة المركزي الثالث اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر